السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسؤال اللي بدي أخونا اللي بيقول أنا عندك كبوت أو البنيد في أماكن بيطورة على الكبوت بنيد مش عارف أنا بانطاها كده صح ولا غلط بنيد جاي من الوكالة مرشوش إيبوكسي ينفع صنفره وديله وبعد كده يليه أو يرشه لون يعني وما فيش أي مشاكل الإيبوكس يا رجالة برايمير زيه زي الفيلر المعاملة بتاعته زي الفيلر هو فكرته كلها أنه بياخد وقت في النشافان والفيلم بتاعه أو الحبابات بتاعه أو الميكرون بتاعه أقل من الفيلر شوية الفيلر ممكن يعمل فيلم معك لغاية متين ماكرون إنما الإيبوكسي يعني الفيلر الوش بتاعه محمل إنما الإيبوكسي برايمير الفيلم بتاعه صغير لكن الإيبوكسي قوي جدا طبعا للصاج فعلشان خاطر كيانا تلاقيه جاي من الوكالة هو غالبا اللي على الكبوت ده مش إيبوكسي ده حاجة أسماء ألب أو إيدي بي كلينها رصاصي أو لونها أسود دي بيكون نزلة في أحواد أو هو ممكن كون مرشوش إيبوكسي لو على الصاج يعني مش شرط إيبوكسي أووش برايمير اللي 2 كويسين جدا للمعدن فالفكرة تصنفر عادي جدا ايبوكسي او وش برايمر ده منشف وترش عليه اللون يعني مباشر على طول ما فيش اي مشاكل وممكن لو انت اصلا هترش ده كفرض يعني لو انت عايز ترش عليه اللون وهو طري بترش الابوكسي برايمر او الوش برايمر وتستنى بتاع نص ساعة او ساعة وترجع ترش اللون بدون ما تصنفر يعني وتيراجع في الحتة دي الدعم الفني بتاعك او الناشرة الفنية لكن ينفع اما بالنسبة للكبول بتاعها والبنيت بتاع عدرتك ده عادي جدا اتصنفره وترش على اللون مش لازم حتى فيلر يعني او كلام من ده انما لو في حاجات كشفت صاغ معاك او كلام من ده يفضل هنا انك تغطي طبعا الكلام دوت لو معاك اتش برايمر او او برضا كابوكسو تغطي الصاغ ده لكن لو معاك فيلر برضو اللي هو بنزام ويت ان ويت بترش طري على طري ترش وتدي الكبوت ده وش فيلر طري على طري لو في صاغ كشف وبعد كده تنزل باللون والورنيش لان ادام في صاغ كشف ما يستحبش اللي انت تنزل بطبعة اللون اللي هي البيسكوت وبعد كده الورنيش البيسكوت ما ينزلش على صاغ ده الصح يعني في صاغ كشف تغطي باي نوع من انواع البرايمر حتى لو فيلر يعني احنا بيقابلنا قطع غرزة اللي بتجي لحضرتك دي واحنا بنصنفر احيانا في حاجات بتكشف بنوصل للصاغ بنعمل ايه بنديها وش فيلر طريق على طري ده الاكوا يعني لو كابوت مثلا نصنفرناه في عند السوق حاجات كشفت فنص الكابوت حاجة كشفت ما يفضلش انك تنزل لها تعمل ايه هل هدي بقى اديها فيلر وارجع صنفرها على القدوة لا ممكن تديها تنسي الكابوت كله تدي الوش فيلر طريق على طريق وبعد عشر ده تنزل باللون بدون صنفرة وبعد كده بالورنيش مفهومة دي وممكن قبل ما تصنفر اللون لقيت فيه روزة زيعة على قدوة ممكن صنفرة على قدوة بحيطة صنفرة نعمة جدا كده يعني بس تتأكد ان الفيلر نشف تستنى بقى بقى ربع ساعة ولا مفيش حاجة ترش لون وارنيش عبطول ان شاء الله مفيش مشاكل حاببتشوف الكلام ده عملي ان شاء الله هتلاقيه عندكم في الوصف والتعليم المثبتة رجالة والسلام عليكم